استقبل وزير الخارجية سمح شكري السفير دفع الله الحاج مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية ونقل المبعوث السوداني إلى شكري لرسالة شفاهية من رئيس مجلس السيادة السوداني إلى الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان مقدما الشكرا لمصر حكومة وشعبا على استقبالهم بكل مودة وترحاب المواطنين السودانيين الفارين من نيران الحرب وأشار شكري إلى توجيهات الرئيس السيسي لجميع أجهزة الدولة المعنية منذ اليوم الأول للأزمة في السودان بتوفير أكبر قدر من الرعاية وحصن الضيافة للأشقاء السودانيين كما أكد وزير الخارجية أن مصر حريصة أعلى التعامل مع الأزمة الحالية في السودان باعتبارها شأنا داخليا ترجمة نانسي قنقر